باحترام كابتن محمود الخطيب وباسلوبه أو باسلوب إدارته لما هنا بتكلم عن كابتن خطيبي وباتكلم عن مجلس إدارة وباسلوب إدارته وباحترام كابتن حسين لبيب وباسلوب إدارته أصبح عندنا الطبيعي الحاجة الطبيعية التنافس والدخل الملعب موجود وحيفضل موجود ولكن الاحترام اللي احنا شايفينه والأدب والاحترام ما بين الناديين الكابيرين هو ده الطبيعي يا جماعة بالمناسبة مش عايزين أكتر من كده عايزين في كرة القدم رابطة الأندية خدت قرار مع الجهات المختصة أن يزيد عدد الجمهور من كذا لعشرين ألف من خمس تلاف لعشرين ألف الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده بيساعد على زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة اللي جاية لأنه التعصب حيقل جدا والفتنة حتقل وبالمناسبة أنا أسف حقول كلمتين كده في النص هناك البعض لا يريد أن يرى هذا المنظر هناك البعض حيحاول خلال الفترات القادمة يبوزوا هذا المنظر اللي أمام حضراتكم منظر رئيس النادي الأهلي وهو يدخل نادي الزمالك وبكل احترام وبكل أدب واستقبال مهيب وكبير من مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أنا بتكلم عليهم وحيبوزوا خلي بالكم منهم خلي بالكم منهم خلي بالكم لما يطلع ما هو فيه ناس عايشة في التلفزيونيات وفي الإعلام على حاجة واحدة على العلاقة أو كان من المفترض أن تظل العلاقة سيئة ما بين القطبين فيطلع ده يشتن في ده فيطلع ده ياخد من ده ويطلع الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده فالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده هيخلي ناس كتير جدا مهرجين وبيضحكون وناس تانية غيرهم هيخليهم يبطلوا بقى مش هيعملهم طب هيعيشوا ازاي؟ حتتفرجوا عليهم ليه؟ مش هتعرفوا تتفرجوا عليهم بقى لأنه خلاص الأمور أصبحت واضحة للجميع فعشان كده أنا بقول لحضراتكم هذه الزيارة لقطة تاريخية أو زيارة تاريخية من اللقطة اللي النهاردة